موسيقى الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان بشأن تطورات الأوضاع في السودان وغهود تسوية الأزمة موسيقى ميناء السفاجة يستقبل مصريين وجنسيات أخرى تم إجلاؤهم من السودان بواسطة سفينة حربية مصرية موسيقى مصر تؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي فلسطينية محتلة تقود جهود تحقيق التهديئة وخفض التوتر موسيقى التاسع مساءنا السادسة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة مشاهدين أهلا بكم والبداية مع الزميلة نسري فؤاد أهلا بك نسري شكرا لك سوزان أهلا بكم مشاهدين الكرام وبداية هذه النشرة مع التطورات في السودان موسيقى 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 اشتركوا في القناة استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول توتا جلواكا مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية وذلك بحضور لواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن فريق أول توتا جلواكا سلم رئيس رسالة من أخيه الرئيس سيل باكير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين ضفت إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول توتا جلواكا مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الفريق أول توتا جلواكا سلم السيد الرئيس رسالة من أخيه الرئيس سيل باكير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى خطورة التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة ومن ثم استكمال المصار الانتقالي والعملية السياسية على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا التقى وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس جنوب السودان سل بكير في العاصمة جوبا وسلم شكري خلال اللقاء رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول مستجدات الوضع في السودان والدور الهام لدول جوار السودان في المساعدة في حل حالة الأزمة الراهنة وتمكين الأطراف من الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار يحفظ أرواح الشعب السوداني ويحافظ على استقرار السودان وسلامة أراضيه ومن جانبه ثمن سل بكير الدور الهام والقيادي الذي تطلع به مصر لمحاولة إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة تحافظ على استقرار ووحدة وسلامة السودان وخلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية سامح شكري مع نظيره بجنوب السودان أكد شكري أن الرسالة التي سلمها إلى رئيس جنوب السودان تركزت على التنصيق بين البلدين لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق تشرفت بأن استقبلني فخامة الرئيس سل بكير وذلك لأسلم فخامته رسالة الرئيس السيسية التي تركزت حول الوضع في السودان واستمرار التنصيق فيما بين الزعيمين حول التطورات الخاصة بالسودان والتشاور حول الصبل والعمل المشترك اتصالاً بالحديث التليفوني الجمع بين الرئيسين لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير الممرات الأمنة والعمل من خلال رعاية مصالح الشعب السوداني في هذه الأوقات العصيبة وأكد شكر خلال المؤتمر على ضرورة وقف إطلاق النار وإعلاء مصلحة الشعب السوداني وصولاً إلى مرحلة الاستقرار وانتهاء المرحلة الانتقالية ووجود حكومة معبرة عن إرادة الشعب السوداني نحن مستمرين في توصيل ذات الرسالة منذ اللحظة الأولى من اندلاع هذا الصراع وهو بضرورة وقف إطلاق النار بضرورة إعلاء مصلحة الشعب السوداني بضرورة العودة إلى التفاهم السياسي حتى تستطيع السودان أن تكتاز هذه المرحلة وتأتي مرحلة استقرار مرحلة انتهاء المرحلة الانتقالية ووجود حكومة معبرة عن إرادة الشعب السوداني بالتأكيد أن المخاطر التي الآن تتعرض لها السودان ومن ضمن هذه المخاطر هو عدم قدرة مؤسسات الدولة السودانية أن تستمر في الاطلاع بمسؤوليتها هذه المؤسسات إذا ما أدى هذا الصراع إلى عدم قدرتها أو انهيارها سوف تدخل السودان إلى بؤرة من الصراع الممتد إلى عدم الوفاء بالالتزامات والخدمات التي استحقها الشعب السوداني الشقيق وهذه مخاطر شهدنا أمثلة عديدة في المنطقة خلال المرحلة الماضية للدول التي تعرضت لانهيار مؤسسات الدولة وما نتج عن ذلك من استمرار الصراع وعدم الاستقرار نحن فرحة فرحة في الهتة في حياتي نحن بناشعر بالفخر كل من نروح أي حتة في العالم بناشعر بالفخر أن احنا مصريين كنا قسقين في القيادة السياسية وعارفين أن السيد الرئيس فتاح السياسي حمز على أولاده حمز على أبنائه بيروح يجبهم من أرض النار الحمد لله رب العالمين نحن ما كناش متخيلين أن الطائرات الحائدة اللي يجابنا في الحدة دي أنا واسخ أن أنا وراي مؤسسات قوية جدا هي اللي جابتني هنا بلدي الزمان مقدرش يأخذ من شبابها بلدي اللي كل الدنيا دي بتاعني الحسبها كل رب أنا يخليك وطول عمر يكون دايماً متواضة ودايماً تشوف الغلبان قبل الغنيان البلد اللي فيها قائد وجيش يتطمن أهلها ويعيش حدن الغريب وقت التعب بلدي اللي فتحة للعرب والدنيا بابها مجحت جهود الدولة المصرية في إجلاء مئات المصريين والأجانب من ميناء بورتو سودان السوداني على متن سفينة حربية مصرية حيث وصلوا صباح اليوم إلى ميناء سفاجة بالتنصيق بين الوزرات والمؤسسات والجهات الأمنية المعنية بالدولة وقامت الدولة المصرية بتوفير حافلات النقل المواطنين إلى القاهرة مجاناً لتسانى لهم العودة إلى محافظاتهم وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في عمليات إجلاء المصريين والرعاية الأجانب في السودان أعرب الواصلون إلى ميناء سفاجة عن شكرهم وامتنانهم للقيادة السياسية وللقوات المسلحة ومختلف أجهزة الدولة على الجهود المبذولة لإجلاءهم من السودان وهي الجهود التي تتواصل منذ الأزمة أو منذ بداية الأزمة وحتى اللحظة أنت سودانية مش كده؟ أيوة لسائلة تحب تقدميها لقوات المسلحة ولسائد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وبشكر القوات المسلحة لأنها سادتنا شريت الحمد لله طبعاً نحنا بجينا على خير الدنيا هناك كانت صعبة في السودان بالزادة بآخر فترة الموضوع زاد قوي وإحنا كنا شايلين هم النزول ده لغاية لما السفارة فتحت إيديها للناس يعني وسهلت علينا موضوع النزول وكانت يعني شالت من على كتابنا حملة كبير لأن الفترة الأخيرة كان الدنيا بوزت خالص في السودان ضرب زاد الناس كتير بتموت الحدمات اللي كانت مقدمة على متن البخيرة أخبار هاي ممتازة ممتازة هما ما أثروش معانا في أي حاجة يعني أي حاجة في أي وقت كانوا بيجوا على طول بيساعدوا مهما كان يعني تعبوا تعبوا معانا قوي قوي ما كانوش بيناموا حتى بالليل والله كلمة شكرا شوية عليهم يعني كلمة شكرا ديات شوية عليهم أحنا نقدمهم أكتر من كده والله لأننا عملونا أحلى معاملة وأحسن معاملة معاملة جميلة جدا وعسنة نحن قوات المصالحة هم إيه أهلنا هم حمينا حميتنا فعلا أجمل يعني أجمل فعلا ما تلاقي ليك ده حمية بيه أحسن أحسن من الدنيا كلها فعال قوات المصالحة لوحدة احترز بيها جيش المصري عمل معانا يعني مشوار كبير في الموضوع ده وطبعا أنا بحب طبعا لرئيس السيسي أنا بقيله كلمة عاز أقول له كلمة بصراحة ده مش رئيس ده أب إنه كل أب بيخاف هو بيخاف على أبنائه فالمعنى الكلمة للرئيس إنه أب الروحي ده الرئيس السيسي أنا بعتبروش رئيس المقبل لحجبناه واللي حصل معانا ده مش رئيس ده أب إنه طبعا كل أب بيخاف على أبنائه فمصر بيسيفش أبنائها والرئيس السيسي بسم الله ما شاء الله ما بيسيفش أولاده في إطار المتابعة المستمرة لوقف أو لموقف إجلاء المصريين من السودان أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن نجاح جهود الدولة في إجلاء ما يزيد على 7800 مصريين حتى الآن وأكدت وزارة الهجرة أنها تتابع عمليات إجلاء المصريين من السودان التي تتم عبر المنافذ البرية في قسطل وأرقين مشيرة كذلك إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتسنى اتخاذ إجراءات تسجيل الطلاب العائدين من السودان في الجامعات الأهلية والخاصة في التخصصات المختلفة من خلال عمل الليجان الوطنية دائما المعنية وفقا للضوابط التي يعلنها المجلس الأعلى للجامعات تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان وذلك عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكاركر وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشارت محافظة أسوان إلى أنه تم لأول مرة تشغيل العبرات ليلا ونهارا بين ميناء قسطل وأبو سنبل وذلك بهدف استعاب الوافدين حيث تم وضع الشمندورات المضيئة في المسافة بين ميناء حجر الشمس بقسطل وأبو سنبل كما قامت محافظة أسوان بتركيب 45 عمود إنارة بالطريق المؤدي لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل بالإضافة إلى مرسى ميناء عبرات الوحدة المحلية لمدينة أبو سنبل السياحية لتحقيق السيولة المطلوبة هذا ويواصل معبر أرقين استقبال المواطنين ورعاية الدول الأخرى القادمين من السودان واستقبال المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدد دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف بالعودة إلى جهود مصر لاستقبال العائدين من السودان يواصل معبر قسطل البرية استقبال الوافدين من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية على مدار الساعة ويشهد المعبر زيادة في عدد الخدمات المقدمة سواء الطبية أو الإنسانية بالإضافة إلى وجود مبادرات وقوافل مصرية تابعة لمؤسسات مختلفة تقدم دعم للنازحين على المستويين الصحي والغذائي وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ميناء أبو سنبل النهرية مراسل إكسرا نيوز عوض الغنام عوض بعد التحية يعني أطلعنا على آخر التطورات الأوضاع لديك حتى اللحظة نعم سوزان تحياتي لك ولنسرين نتعاود دائما في هذه النشرة أن هناك جديد نلخص في أهم المشاهد التي تمت على مدار اليوم ربما ما تم هذا اليوم هو البيان الأهم الذي صدر من محافظة أسوان والذي لخص الجهود التي تقوم بها المحافظة من خلال جهات عدة والبيان الذي يلخص هذه الجهود ظهر صباح اليوم حيث أكد في إطار توجهات القيادة السياسية العمل مستمر في كل القطاعات وهناك حالة استنفار قصوى للتعامل مع كل جديد في معبري قسطل وأرقين وإن كان جاء هذا البيان على نقطة مهمة للغاية هو التشغيل الدائم للعبرات في قلب بحيرة ناصر وهذا هو القرار الأول الذي يعمل به منذ أن تم تدشين أو العمل في هذا المعبر منذ 9 سنوات حينما دشن في عام 2014 وكان العمل نهارا فقط لحركة هذه العبرات التي تقطع ما بين أبو سنبل وقسطل نهارا فقط في بحيرة ناصر بتلا العمل على مدار 24 ساعة وذلك لتسهيل مهمة العبرين من الجانب السوداني إن كانوا رعاية جانب أو مصريين أو كذلك أشقاء سودانيين هذه نقطة ولأ النقطة الثانية ما نمى إلى علمنا مساء اليوم أن هناك حديث عن احتمالية إنشاء فرع جديد لقنصلية قريبة من معبر أرقين ستسهل بشكل كبير الوصول إلى معبر أرقين حتى يعود كما كان هناك الحرقة فيه قبل ذلك لأن هناك تكدس كبير للغاية في مدينة حلفة فيها الجانب السوداني نتحدث عن ألاف من الجانب السوداني ولكن هناك قواعد معمول بها لحركة عبور الأفراد من الجانب السوداني إلى مصر وهذه الشروط هي كمل آتي مسموح للنساء والرجال ما فوق الخمسين عاما وكذلك الأطفال لكن ما بين 16 عاما إلى 50 عاما لابد من الحصول على تصريح من القنصلية المصرية وبالتالي نتحدث عن أرقام كبيرة في الاتجاه الآخر إذا ما تم تدشين هذه القنصلية قريبة من معبر أرقين سيثاهل ذلك بشكل كبير حركة العبور من الجانب السوداني هذا من جانب آخر حول التسهيلات اللوجستية التي تعمل عليها الدولة المصرية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الحقيقة أنها تزداد يوما بعد يوم بل ساعة بعد ساعة حديث اليوم وزير الصحة مملكة الصحة في البرلمان المصري عن أن مصر قدمت حتى هذه اللحظة ما يقرب من 25 ألف طن من الأدوية هو رقم كبير للغاية في ظل الأزمة التي يعانيها السودان جراء الأحداث الرهينة وكان هناك بيان صدر مساء اليوم من منظمة الصحة العالمية يتحدث عن أن 60% من المستشفيات في الجانب السوداني قد تضمرت بل وقد خرجت عمليا من الخدمة مع وطيرة الأحداث وزيادة عدد الإصابات الذي قفز إلى ما يزيد عن 5000 ونحو 600 قتيل ضحايا الأحداث حتى الآن والبيان تحدث كذلك عن أن إذا ما عادت الحياة لجهاز الصحة مرة أخرى في السودان يتكلف ذلك لنحو مليار ونصف مليار دولار إذا ما تم ذلك بشكل سريح فبالتالي تأتي هذه الخدمات وهذا الدعم المصري في هذا التوقيت مهم للغاية من خلال عدة صور أولا المستشفيات الميدانية التي باتت تنتشر في معبر قسطل بشكل كبير إذا كنا نتحدث عن المستشفى البيداني الخاص بالهلال الأحمر أو المستشفى الميداني الآخر الذي تقوم بجامعة أسوان وهناك عدد كبير من الشباب والأطباء والجرحين الذين تطوعوا لهذه المهمة بالإضافة أيضا إلى أن هناك شركات أدوية مصرية تبرعت بعدد كبير من الأدوية والعمل ما زال مستمرنا نتحدث اليوم عن 15 يوما وهناك شباب متطوعين من الجانبين إذا كان من المجتمع المدني بمنظمات مختلفة أو المحسوبة على الدولة المصرية من خلال وزارة الصحة والجامعات المصرية وهم كنا نلتقي بهم على مدار اليوم وهم يرون أن في ذلك واجب لدعم الإخوة السودانيين في أزمتهم الرهنة هذه هي أهم النقاط التي رصدناها على مدار اليوم بالإضافة إلى عبور عدد محدود إنجاز التعبير من المصريين لأن أغلب المصريين بالفعل وفقا للأرقام التي صدرت اليوم عن وزارة الهجرة المصرية قد اقتربوا من 9 ألاف قد عادوا من خلال طلعات جوية تمثلت في 27 طلعة أو من خلال العبور المستمر من معبرية أرقين وقسطول اليوم دخل العبور بحرا على مشهد الأحداث من خلال هذه البخيرة أبو سنبل التي وصلت اليوم إلى ميدان سفاجة محملة بـ 500 مصري وكذلك رعاية أجانب العمل من قبل الدولة المصرية يتم بتنسيق مستمر سنفونية مستمرة ما بين منظمات المجتمع المدني من جانب وما بين جهات متعددة من الدولة المصرية آخر مشهد رأيته مساء اليوم حينما غادرت معبر قسطول هو دخول العربات من منظمات عديدة من المجتمع المدني بوجبات ساخنة لأن في هذا التوقيت من كل يوم يزدحم المعبر بعبور عدد كبير من الجانب السوداني لأن المعبر السوداني لا يعمل بشكل كامل على مدارة 24 ساعة يأخذ تقريبا من 7 إلى 8 ساعات أجازة وبالتالي الازدحم في هذا التوقيت يكون على أشد والعابرين من الجانب الآخر يكونوا بأمس الحاجة لمثل هذا الدعم كما كان يتحدث اليوم وزير الصحة أيضا تم إنشاء عيادات للدعم النفسي للأطفال تحديدا لأنهم هم الأكثر ضحايا إذا كنا نتحدث عن 600 قتيل حتى الآن بينهم 200 قتيل من الأطفال أي سلسل ضحايا هذه الأحداث حتى الآن حسب توصيف منظمة الونسفة المعنية بقضايا الطفولة في كل الأدحاء العالم بالإضافة إلى توفير كل الأدوية السؤال الأهم كنا نتحدث مع عدد ما طبيعة الأمراض التي يعانيها القادمون من السودان ثلاث أمراض أجمع الأطباء أن لديهم إشكالية في التعامل معهم ولكن وفرت الدولة كل الإمكانيات والأجهزة والأدوية بطبيعة الحال مرض الضغط ومرض السكر وكذلك أرب والنقطة الأخيرة حديث وزير الصحة اليوم تأكد على الدور الذي تقوم به الحجر الصحي في هذه المعابر كحائط صد أمام دخول أي أمراض معضية من أي مكان سواء من أفريقيا أو من السودان في ظل التدعيات الأزمة الرهينة هذا هو ملخص المشهد على مداري اليوم في معبر قصر نعم الزميل عوض الغنام راسل إكسترانيوز شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل في موقف كاركار الدولي بأسوان تتواصل الجهود لدعم الأشقاء السودانيين في محنتهم والوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في هذه المهمة المزيد في سياق التقرير التالي في هذا المطبخ داخل موقف كاركار الدولي يقضي عم سيد ساعات طويلة لإعداد ملذة وطابة من الطعام لتقديمه إلى الوافدين يعاون في هذه المهمة طريق من المتطوعين الذين أخذوا على عاطقهم دعم الأسر السودانية وتخفيف وطأة رحلتهم الشقة هدول أخواتنا يعني أكثر من أكثر يعني بالنسبة لنا نحن نبين النص التاني بتاعنا هناك في السودان المائدة دي عاملين يعني من قبل كده من قبل الأزمة نحن عاملين مائدة سهر رمضان ده الشباب اللي شغالين في الموقف هنا كلهم بنجمع بعض كل يوم بنزبط مبلغ بنروح نجيب الخضار واللحمة بتاعتنا وبنعمل أكل للسودانيين مجهود بس الواحد لما يجي نام بالليل بمرتاح ردع نفسه بنتعمل حاجة في الخير يعني التشارك في هذه المبادرة مؤسسات خيرية بتنصيق ودعم من الدولة المصرية نحو ألف وجبة ساخنة يومياً ينتجها المطبخ وتتميز تلك الوجبات بتنوع عناصرها الغذائية نحن متواجدين النهاردة في مدينة كاركر في الموقف الدولي للاستبال أشقائنا من دولة السودان كان مهم جداً أن نحن نكون متواجدين أن هما جايين من حالة حرب العامل النفسي بتاعهم يعني فعلاً محتاجين حد جنبيهم نحن مقسمين نفسينا أن نحن متوقفين فيه ناس بتقف عند العيادات فيه ناس بتقف بتركبهم العربيات بنستقبل الأطفال بروح المعنوية بنعرفوا منهم تبالاتكم التاني بنقدم لهم وجبات هنا بنعدها في المطبخ بتاعنا بنقدم وجبة سخنة متكونة من بروتين ودشويات وإخضار ومنحاول اللي احنا نقدم مثلاً في اليوم حوالي نوفر ألف واجبة الأهالي هنا متعاونين جداً الأهالي كل يوم معنا في التوزيع ومعنا في الشغل غير كده كمان بيجيبوا من المنازل بتاعتهم أكل وحاجات بيوزعوها فالدنيا هنا يعني ما شاء الله فعلاً المصريين كلهم إيد واحدة في غسط السودانيين إذن هي أوجف مختلفة من الدعم بادرت الدولة المصرية في تقديمه للأشقاء السودانيين مشهد تتناغم فيه كل مشاعر الود والدعم للجارة الجنوبية للبيل الود وصلت دولة تقديم الدعم الصحي للعائدين من السودان في موقف كركر الدولي بمحافظة أسوان حيث تتواجد القوافل الطبية المكونة من عدة تخصصات وتقدم القوافل خدمات توقيع الكشف الطبي وصرف العلاق بالمجان للسودانيين والمصريين بالإضافة إلى إجراء تطعيمات اللازمة ضد شلل الأطفال والحصبة يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم لجميع العائدين من السودان نحن النهاردة بنكلمكم من التمركز الطبي لتأمين ودعم الأخوة النزحين من دولة السودان الشخيق نحن النهاردة عاملين تمركز طبي في موقف كركر بنوفر خمس عيادات طبية متنقلة وتخصصات طبية مختلفة عشان نقدم الخدمة الطبية لأهلنا ونسنا وشقائنا في دولة السودان الشخيق نحن نرصد جميعاً بنكشف على جميع الحالات الكشف والعلاج بالمجان بنقدمهم الدعم الصحي بيتم الكشف على كل القادمين من السودان وبيتم فحصهم جميعاً وبيتم فحص للحالات الأمراض المزمنة وكمان بيتم ترصد الأمراض والأوبئة ولو في أي حاجة بنحولها لأقرب مستشفى تاب علينا كمان بيتم تطعيم هناك كثير من التطعيمات زي تطعيم شلل الأطفال وتطعيم الحزبة نحن نكشف على كل الحالات ونقدم لهم العلاج بالمجان والحالات الطرقة بنبعثها لمستشفيات اللي تاب علينا وعندنا كمان تطعيمات زي شلل الأطفال وكمان بنقدم الدعم النفسي للأطفال وللكبار كمان ومسؤول الدعم النفسي ومنصق لحد من الأعوقة بمدرية شؤون الصحية بأسوان احنا هنا موجودين في كاركر في عيادة الدعم النفس للأطفال العيادة بتقدم خدمات للأطفال السودانيين لهم جايين من المعبر هما في الحياة بيعودوا من ساعة لساعتين في الفترة دي بيتم ترفيه يعني ترفيه بنعمل لهم أنشطة بنعمل لهم زي حفليات بنتكلم معاهم بيطلعوا الحاجات اللي كانت موجودة جواهم في شكل رسمي في شكل حكايات بنعمل لهم دعم نفسي متخصص لو في حالة من حالات تعرضت لصدمة نفسية كمان في عندنا ملحق للنادي الأسرة في عندنا وحدة الدعم النفسي دي بيقى فيها طبيب متخصص طبيب نفسي احنا متواجدين هنا من بداية الأحداث لنا أعملنا خطة مكافحة متكملة لنا زملاء في معبر قسطل وأرجين متواجدين وإحنا هنا متواجدين في موقف قرقر الدولي باستمرار بصفة مستمررة بنكافح حضرتك الحشرات الكاملة وبنكافح بؤر التوالد منع الحشرات النقلة للأمراض عموما منع لتواجد أي نقل عدوى قال مصدر بالمقاومة الفلسطينية لشبكة قدس إن الحديث عن سفر قيادات المقاومة إلى مصر ليس صحيحا وأن السفر كان مقررا لأعضاء بالمكتب السياسي لحركة الجهاد أدانت مصر تصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ممثلا في قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء واقتحاب مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلوس وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماع شرب الشيخ والعقبة بهدف تهيئة البناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لفترة من 2023 إلى 2027 وذلك بحضور إلينا بنوبا المنصق المقيم للأمم المتحدة في مصر والفريق القطري للأمم المتحدة في مصر ورؤساء ومدير وممثل المنظمات الإلمائية ووكلات الأمم المتحدة المتخصصة وعدد من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة وممثل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الأطراف ذات الصلة وتضمن الاتفاق خمس مجموعات للنتائج وفقا لعدة محاور في التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واصدامة الموارد البيئية والطبيعية والحوكمة الرشيدة وتمكين نساء والفتايات قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن دعم الأمم المتحدة يتصدر مقدمة شركاء التنمية مع مصر وخلال كلمته في فعليات توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة أكد مدبولي أن الدولة قامت بزيادة المعاشات التقاعدية والأجور ودعم السلع كما اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي وبرنامج تكافل وكرامة لحماية الفئات الأكثر احتياجا شرعت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وفقا لمراحل متتالية وتم تنفيذه بدعم من شركاء مصر في التنمية وقد تضمن هذا البرنامج عدة تدابير للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجا من ضمنها توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة والذي يقدم الدعم لملايين الأسر كما قامت الدولة بزيادة المعاشات التقاعدية والأجور وتبنت إعفاءات ضريبية لزوي الدخل المنخفض فضلا عن أشكال الدعم المختلفة للسلع والخدمات الأساسية كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية مشيرا لأن هناك أولوية قصوى لعمل على تحسين التعليم والرعاية الصحية أولا هناك أهمية قصوى للعمل على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار حيث تلتزم الحكومة المصرية بتحسين نوعية التعليم والتعلم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا ثانيا لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون قطع خاص ديناميكي وتنافسي وهو أمر بالغ الأهمية وتضعه الحكومة المصرية في مقدمة أولوياتها من أجل خلق فرص العمل اللائقة وزيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد لذلك نحن ملتزمون بتحسين بيئة أعمالنا من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار والحد من البيروقراطية وتحقيق الشفافية وحماية حقوق الملكية الفكرية أربت إلينا بانوفا المنصق المقيم للأمم المتحدة في مصر عن سعادتها مع مصر وخلال فعاليات توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة أكدت بانوفا أن التعاون قائم مع مصر في مجالات المرأة وحماية المجتمع والتغيرات المناخية إطار التعاون هو أحد الإطارات القليلة على مستوى العالم التي لديها ركائز مخصصة لتمكين النساء والفتيات وهذا يشمل التمكين اقتصادي للمرأة والمشاركة المدنية للمرأة والقيادة مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتركيز على الخدمات والفرص للمراهقات أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التضامن الاجتماعي حيث تم استعراض ملف زيادة أعداد المستفدين من برنامج تكافل وكرامة وموقف الحالة التعليمية لأفراد أسر البرامج تفطي إلى إجمالية عدد الأطفال المستهدفين بخدمات تكافؤ الفرص التعليمية وكذا إجمالي نسب المستفدين من خدمات برامج الحماية الاجتماعية الأخرى كما شهد الاجتماع التنويه بترتيبات الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات الثمية الاجتماعية في الدول العربية بمدينة شرم الشيخة المقرر عقده خلال الشهر الجاري وجه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المخطة طرحها لتحقيق مستهدفات وثيقة السياسة ملكية الدولة توجيهات رئيس الوزراء جاءت خلال ترأسه اجتماعا لمتبعة ملفات عمل وزارة قطاع الأعمال وناقش الاجتماع الموقف التفصيلي لطرح حصصي ببعض الشركات التابعة للوزارة قطاع الأعمال بالإضافة إلى متبعة تنفيذ البشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج استعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الدورة المهم الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في دعم السياسات المنافسة في السوق المصرية بما يخدم الاقتصاد الوطني وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلع مدبولي على التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر خلال عام 2022 مقارنة بالعام 2020 فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص وفقا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بنظيره العراقي ثابت العباسي والوفد المرافق له حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمنات العامة لوزارة الدفاع تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليبية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد ثابت محمد سعيد العباسي وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمنة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل الظروف والتحديات الراهنة كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية مؤكدا الحرص على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية العراق عن تقديره لجهود نصر الداعمة في محيطها الإقليمي والدولي متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة كرم وزير العدل المستشار عمر مروان أوائل القاضيات في دورة التكوين الأساسي الأولى للقاضيات بحضور كبار رجال القضاء وذلك عن اكتيازهم لدورات بكل نجاح أكد وزير العدل أن دولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح أسيسي تؤمن بأن للمرأة دور بارز في هذه الدولة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نقص الصلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية وشدد المركز على توفر كل الصلع الأساسية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجامعات الاستهلاكية وبقال التموين وفروع مشروع جمعيتي مشيرا إلى توفر مغزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتلى أكثر من 690 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على محاور القتال وأشارت الدفاع الروسية لأن من بين القتل نحو 465 جنديا أوكرانيا في اشتباكات على محور دونياتسك في الجزء الغربي من مدينة باخموت كما أكدت الوزارة تدمير 72 مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 94 منطقة فضلا عن تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة في زابوريجيا وخرصون ودونيسكا وإسقاط طائرة سو 25 أوكرانيا في خيرصون أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار ومئتي مليون دولار وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إنها تواصل دعم كييف من خلال الالتزام بقدرات مهمة على المدى القريب مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخائر مع بناء قدرات القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها على المدى الطويل حذر وزير الخارجية الصينية تشينج جانج من أن بكين سترد على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية بسبب تعاملها مع روسيا وقال جانج خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنا لينا بيربوك ببرلين أن الصين والشركات الروسية تربطهما علاقة تعاون مشددا على ضرورة ألا يتأثر هذا النوع من التعاون الطبيعي بعقوبات أوروبية محتملة أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها عطلت برمجية معقدة استخدمتها لاستخبارات روسية على مدى عقدين للتجسس في عدة دول من بينها دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي نيتو وقالت الوزارة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حيد البرمجية من خلال التلاعب بشفراتها قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وقع أكبر أمر تنفيذي لحضر الأسلحة الهجومية خلال 30 عاما كما حث بايدن الكونغرس الأمريكي على حضر الأسلحة الهجومية يأتي ذلك بعدما شهدت الولايات المتحدة عددا من الحوادث والهجوم بالأسلحة النارية التي أثارت ضقة وحالة من الضعر في عدد من الولايات انتقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سياسات رئيس حزب حركة الإنصاف عمران خان وأضاف شريف أن سياسات عمران خان عبارة عن أكاذيب صارخة ومغالطات وهجمات شرسة على مؤسسات الدولة مضيفا أن خان الذي يمثل أو يمثل للمحاكمة بتهم فساد يزعم الشرعية لإسقاط النظام القانوني والسياسي كانت شرطة الباكستانية ألقت القبضة على عمران خان وأعلنت في بيان لها أن خان اعتقل في واحدة من العديد من تهم الفساد التي يواجهها وعقب اعتقال خان اندلعت أعمال شغب وخرجت عدة مظاهرات في كاراتشي جنوب باكستان ولهور شرق البلاد وبعض المدن الأخرى وأغلقت سلطات العديد من الطرق قرب العاصمة إسلامباد وكذلك في مدينة بيشوار بغرب العاصمة أعلنت الولايات المتحدة عن رغبتها في أن تقوم منظمة الصحة العالمية بدعوة تايوان للمشاركة كمراقب في اجتماعها السنوي في جينيف في الفترة بين الـ 21 و 30 من مايو الجاري وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن دعوة تايوان كمراقب ستكون مثالاً على الالتزام منظمة الصحة العالمية بنهج الصحة للجميع وأضاف بلينكين أن دعم الولايات المتحدة لمشاركة تايوان يتماشى مع سياستها التي تخص مبدأ الصين الواحدة هذا وقرر رئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء الاشتراكات الخاصة بتطعيم ضد كوبيد 19 لمعظم زوار الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة كما قرر بايدن إنهاء المتطلبات الخاصة بتطعيم الوظفين الاتحاديين والمقاولين وتسري قرارات بايدن اعتباراً من الثاني عشر من مايو الجاري بالتزامن مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بفيروس كورونا أعلنت روسيا ارتفاع عدد وفيات حرائق منطقة الأورال إلى 21 شخصاً كما أعلنت أن هناك شبهات في أن بعض هذه الحرائق أضرمت عمداً هذا وحذر مسؤولون في القطاع الطبي من ارتفاع عدد الوفيات بسبب الحرائق هذا وشهدت دول غرب البحر الأبيض المتوسط ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة تخطط المعدلات الفصلية بالشكل كبير التي كان من المستحيل تقريباً حدوثها لو لا تغير المناخ المزيد في سياق التقرير التالي اختلالات في درجات الحرارة شهدتها دول غرب البحر الأبيض المتوسط بعدما تسبب تضفق كتلة هوائية ساخنة وجفة في تسجيل درجات حرارة قياسية تعدت المعدلات الطبيعية بشكل كبير ففي البرتغال وإسبانيا وصلت درجات الحرارة إلى 36.9 درجة و38.8 درجة مئوية على التوالي في شهر إبريل وهي مستويات تعادل درجات الحرارة التي يتم تسجيلها خلال شهر يوليو وفي المغرب تم تسجيل عرقام قياسية وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 41 درجة بينما تجاوزت درجات الحرارة في الجزائر حاجزاً لأربعين درجة وفي العام الماضي عانت إيطاليا من أكثر مواسم الجفاف شدة خلال سبعين عاماً وذلك بعد جفاف استمر لفترة طويلة ما جعلها بحاجة إلى بناء المزيد من الأحواض للاحتفاظ بمياه الأمطار واستبعاد المحاصيل التقليدية التي تحتاج إلى مياه كثيرة من المناطق التي تزداد جفافاً دراسة علمية أفادت بأن التغيرات الجوية الكبيرة تشير إلى المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتي ستؤدي إلى تدهور الأحوال الجوية والبيئية في المستقبل وتفاقم الأزمات المتعلقة بالمياه والزراعة حيث توصلت الدراسة إلى أن الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشرية زاد احتمالية حدوث موجة الحر القياسية بنسبة مئة مرة على الأقل في إسبانيا والبرتغال والمغرب والجزائر مقارنة بالوضع المناخي قبل الثورة الصنعية التغيرات الجوية الحدة جاءت نتيجة تغير المناخ الذي يعاني منه كوكبنا ورغم أن هذه الأحداث الجوية الحدة لا تزال قائمة فيواصل المجتمع الدولي سعيه لتبني إجراءة جدية وفعالة للتصدي لتلك التغيرات رياضياً وصلت بعثة فريق الأهل إلى تونس استعداداً لمباراة الفريق أمام الترجي المقررة يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي في رادس ضمن منافسات ذهب الدور النصف نهائي لدور أبطال إفريقيا وخاض الفريق ميرانه الختامي بالقاهرة على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة كما عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو لللاعبين قبل انطلاق الميران الجماعي للحديث عن عدد من الأمور الفنية التي تخص تحضيرات الأهل لمواجهة الفريق التونسي قبل لقاء الذهاب تهل فريق زمالك إلى دور الستة عشر ببطولة كأس مصر بعد فوزه على ظهره بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على أستاذ القاهرة ضمنه منفسات دور الاثنين وثلاثين اللعب كامل أحمد قدم لبروكسي في الدقيقة الحادية عشر ثم تعادل حاتم سكر للزمالك في الدقيقة الثانية والأربعين ثم أضاف أحمد جمع الهدف الثاني لبروكسي في الدقيقة السادسة والخمسين من ضربة جزاء قبل أن يعود التونسي حمزة المثلوثي ويتعادل الفريق الأبيض في الدقيقة السابعة والسبعين وينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق ثم احتكما إلى الوقت الإضافي الذي سجل فيها اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري هدف فوز الزمالك ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع الفائز من مباراة فاركو المصرية الالتصالات في دور الستة عشر فاز فريق بيرامد على نظيره الإسماعلي بثلاثة أهداف مقابل هدف مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين في بطولة الدور المتاز اللاعب المغربي وليد الكرتي تقدم لبيرامد في الدقيقة الرابعة عشر ثم أضاف زميله إسلام عيسى الهدف الثاني في الدقيقة الأربعين وفي الشوط الثاني سجل محمود الشبراوي هدف الدراويش الوحيد في الدقيقة السابعة والستين ثم سجل تونسي فخر الدين بن يوسف الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والسبعين ليرتفع رصيد الفريق إلى تسع وأربعين نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد الإسماعلي عند النقطة السادسة والعشرين في المركز الرابع عشر شهد مجلس النواب في جلسته العامة عرض بيان توضحي عن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023 و2024 كما اطلع المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحال رئيس مجلس النواب البيان المالية عن موازنة عام 2023 وعام 2024 إلى لجنة الخطة والموازنة كما شهدت الجلسة إحالة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مجلس الشيوخ في جلسته العامة الخامسة والاربعين شهد مجلس النواب عرض بيان توضحي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرضت من جانبها خلال الجلسة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023-2024 أهم المرتكزات التي استعد إليها خطة عام 2023-2024 والتي تتمثل في الآتي واحد الالتزام الكامل بأهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتأكيداً للحق في التنمية التي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنمية اثنين الاتساق والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 ثلاثة التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط أربعة الوفاء بالاستحقوقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي كما شهدت الجلسة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021-2022 كل استثمارات في الموازنة القادمة مستهدفة زيادة أكثر من 200 مليار عن العام المالي السابق أيضا فيما يتعلق بالمزايا الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية رغم كل الظروف لكن بناء على توجهات القيادة السياسية والسيد الرئيس بالضرورة مراعاة الطبقات المحدودة الداخل والطبقات المتوسطة الموازنة القادمة ستزيد عن العام المالي السابق أكثر من 100 مليار فيما يتعلق بالدعم والمنح والحمال الاجتماعية الأجور ستزيد أكثر من 60 مليار هناك مستهدف للحكومة يعني بتعينات عدد من عشرات الألاف أو نقدر نقول مئات الألاف من الطبقات المختلفة للشباب مستهدف تعيينهم خلال توفير فرص عمل خلال العام المالي القادم أتمنى أن يبقى فيه المخصصات للصحة والتعليم والصحة والتعليم وبالنسبة طبعا لتكافل وكرامة تبقى الموجودة المخصصات تبقى أكتر وبالفعل تبقى على أرض الواقع وأتمنى من وزيرة التحطيط أن هي مش مجرد يكون بس كلام موجود ولكن يلمسه بالفعل المواطن المصري لأنه هو حضرك هو الهدف الحقيقي لذلك وهو ما يسعى إليه طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو دعم المواطن المصري على كافة الأسعاد الحقيقة توصيات موضعية جدا طلبت من الحكومة في بداية كلمتي أنها تأخذ غزية توصيات حتى لا تكرر أزيم الملحظات في سنوات قادمة كان عرضت أنا حوالي بعض الملحظات يمكن أبرزهم أول ملحوظة أن هناك عجزة حوالي 484 مليار جليه في الموازنة أو في الحساب الختامي طلبت الحكومة بزياد الإرادات خاصة الإرادات الأخرى اللي حققت مستهدفها بنسبة 70% فقط والبحث عن مصادر لتمويل الموازنة هذا وأحال رئيس مجلس النواب بياني وزيري المالية والتخطيط للجنة الخطة والموازنة كما تم إحالة بيان وزيرة التخطيط إلى مجلس الشيوخ إلى هنا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية في الختام دائما تذكرة بأبرز العنوى الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان بشأن تطورات الأوضاع في السودان وجهود تسوية الأزمة ميناء السفاجة يستقبل مصريين وجنسيات أخرى تم إجلاؤه من السودان بواسطة سفينة حربية مصرية مصر تؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقوض جهود تحقيق التهديئة وخفض التوتر ولمزيد من الأخبار مشاهدين الكرام يمكنكم تحميل تطبيق أكستر نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكوار كود الظاهر على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة تقبل تحية الزميلة سوزان شرارة وأنا نسرين فؤاد إلى اللقاء اشتركوا في القناة